بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد نكمل اليوم بإذن الله تعالى ما تحدثنا عنه في الحلقة الماضية عن العلم بين الموضوعية و الأيديولوجيا و بينا ماذا يعني الأيديولوجيا نسق من الأفكار يراد لها أن تكون أحكاما مطلقة يخضع لها العلم فكل إنتاجات العلم يجب أن تكون خاضعة لفكرة مسبقة أو استنتاج سابق و رغم أن الكثير ممن يتحدثون باسم العلم الآن يذهبون به إلى العلم الحسي الذي يعتمد على الملاحظة و التجربة و يتخذ منهج الاستقراء طريقا وحيدا في الوصول إلى اليقين إلا أن الذي حدث في هذه الأعصر المتأخرة أن هذا العلم أيضا خضع لإستنتاجات سابقة لأفكار مسبقة يراد لها أن تكون غرضا سياسيا أو فكريا و على أساسها تم استعادة الطبقية من جديد و إنهاك الإنسان مرة أخرى باسم العلم هذه المرة ناقشنا هذا الموضوع و تحدث فضيلة الشيخ كثيرا في نقد هذه الفكرة و بيّن ما دعا إليه الإسلام من ضرورة الالتفات إلى العلم الذي يعتمد على الحقيقة و يتصل اتصالا مباشرا بالعقيدة و الأخلاق و اليوم بإذن الله سنبحث في الأسئلة التي وردت إلينا منكم و قاء بها الإخوة للمشاركة في هذا الموضوع لم نجد لها فرصة الحلقة الماضية سنجعل لها حلقة اليوم بإذن الله تعالى فأهلا و مرحبا بكم جميعا ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام للسلطنة أهلا و مرحبا بكم فضيلة الشيخ إياكم الله و أهلا وسهلا بكم و أرحب أيضا بالإخوة و الأخوات الذين يتابعون و أسأل الله تبارك و تعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا إنه تعالى سميع المجيد جزاك الله خير فضيلة الشيخ من وجهة إلى العلم الحديث نقد كبير من قبل الغربيين أنفسهم و من المسلمين إلى درجة أنهم وصلوا إلى قناعة بأن العلم لا يمكن أن يكون حياديا ماذا عن هذه العبارة في الثقافة الإسلامية عندنا نحن المسلمين هل فعلا لا يمكن للعلم أن يكون حياديا على اعتبار أن الإنسان دائما ما يسقط ذاته على الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك و انشر علينا أبواب حكمتك اللهم علمنا ما لم نعلم و فهمنا ما لم نفهم و أهلنا إلى الطريق الأقوى إنك أنت العز الأكرم و أنت الرب و أنت الحكم دعني أولا أصحح السؤال نعم تفضل إذ كثيرا ما يدور الحديث حول الحيال بمعنى الاعتدال و الإنصاف نعم لكن هذا المعنى لم أجد له ما يشفع له في قواميس اللغة التي يمكن التعويل عليها نعم فالحيد في اللغة هو النتوء الرأس الذي يكون على هيئة حرف نعم لأن يكون هذا الحرف في رأس جبل ناتئا و الحيد الميل فإذا حادت الدابة هذا يعني أنها جانبت الطريق و لا أظن أن هذا هو المقصود حينما يتحدثون عن الحياد في العلم أو الحياد السياسي فهم يقصدون عدم التحيز نعم يقصدون الموقف الوسط العدل الذي يكون في المنتصف يعني علم لا يمكن أن يكون فيقصدون به أن لا يميل إلى جهة دون أخرى أن يكون العلم ذاتيا محققا لغايات العلم و ما يطلبه الإنسان من كشف المجهول فهذا فقط تصحيح لغوي لما درجة لم أجد القواميس أو بعض معاجم اللغة المعاصرة للأسف أخذت المعنى الشائع عند الناس و اعتمدت لكن لم أجد عسى أن ينفعنا بعض المتخصصين بما يشفع لهذا النوع من الاستعمال لهذه الكلمة لأنها شائعة دائعة للأسف الشديد ترتبط بها عبارات أخرى يلزم الحياد مثلا نعم مع أن الحياد هو الميل يعني كما تقدم أقرب ما يقال هو حادت الدابة عن الطريق أي عدلت عن جادة الطريق و الحياد هو النتوء شيء ناتئ فهو يعني أشبه بالحرف الناتي على كل المقصود من ذلك أن يكون العلم مجردا عن الأهواء والشهوات والرغبات موصلا إلى الحقيقة بهذا المعنى هذه هي وظيفة العلم أن يبلغ حتى تعريف العلم عند علماء الإسلام و عند علماء العربية هو يدور حول معاني الإدراك إدراك الشيء على ما هو عليه أضاف بعضهم قيد إدراكا قطعيا جازما كما يعني تبين في الجزء الأول من هذا اللقاء من هذا الموضوع نعم فالأصل فيه أن يكون نافيا للجهل ولذلك عرفه بعضهم بأنه هو ما يقابل الجهل فهو وسيلة لنفي الجهل لكنه ليس السبيل الوحيد للمعرفة عند هذا الإنسان و حقائق العلم أي العلم الموافق الإدراك الموافق للواقع على ما هو عليه يقينا جزما فهذه هي وظيفة العلم ينبغي أن يدركها الإنسان و أن يخضع لها فيما بعد تصوراته نعم في المجالات التي يبحث فيها العلم إذن هناك تقعيد يرجع إلى تعريف العلم و إلى وظيفة العلم و إلى دائرة العلم و حدوده نعم ثم في توجيه العلم أي فيما يستعمل له فالعلم محدود لا ينظر في الغايات و المآلات نعم و لا يفسر البدايات يعني لا يجيب عن سبب النشأ و البدايات المتعلقة بالعلل و لا يفسر الغايات لا يجيب عنها نعم لا يهتم بها يهتم بكشف الظواهر و هذا التعريف أيضا يعني الغربي الآن أنه يكشف ظواهر الطبيعة و الحياة يكشف قوانينها و سننها و نواميسها فلا يلتفت إلى الغاية منها و لا إلى مبتدئها فله حدود له وظيفته في الحياة و هي نفي الجهل و العلم من حيث تعريفه المتقدم الأصل أنه يصدق على الحقائق التي يصل إليها فمن أجل ذلك لا يصح أن تنزل النظريات التي لم تثبت بعد لم تطابق الواقع مطابقة جازمة قطعية لا يصح أن يجرى عليها ما يجرى على العلم نفسه و أيضا الخلاف في أن العلم في التصور في الرؤية الإسلامية القرآنية ليس هو السبيل الوحيد للمعرفة هو وسيلة من وسائل المعرفة نعم فهذه بهذه الكيفية نعم لا بد أن يكون العلم عدلا و وسطا كاشفا للحقائق نافيا للجهل معينا على الرؤية الكونية الكبرى المتعلقة بالمبدأ و المنتهى و العلل و الحكم أمين الذي حصل في هذا النهج الذي أدلج إن صحت هذه أيضا يعني على ما هو سائر على التعريف الذي ذكرتموه هو بمعنى أن يتخذ العلم معتقدا دينا جديدا و إن لم يصرحوا بأنه دين لكن لما حينما يتحدثون عن نسق من التصورات الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية والجمالية هؤلاء يتحدثون في الحقيقة عن معتقد يتحدثون عن إيمان يبلغونه درجة الدين بل يجعلونه حاكما على الدين نفسه نعم إذن بهذا فارق جوهري في أن العلم ما عاد اليوم عند المعاصرين و من ينظرون الإيمان بالعلم وحده ما عاد عدلا وسطا لأنهم حملوه ما لا يحتمل فأقحموه في دوائر لا يستطيع الجواب عنها و جعلوه المسيطر بحيث إنه لا يلتفت إلى شيء آخر فتسمع أحدهم إما أن يكون مغررا به أو من من يعادي الدين يقول أنا لا أؤمن إلا بالعلم وحده نعم و لو دخلت معه في أبسط حوارات المنطق لوجدت أنه صفرا منها نعم لأن هذه المقولة نفسها ليست مقولة علمية صحيح كيف يمكن له أن يثبتها هم يجعلون العلم مقدسا و كأنه المقدمة هذه العبارة أنا أؤمن بالعلم كأنها المقدمة الوجودية لإدعاء بعض الحقائق العلمية نعم فيوهمون أن العلم هو المصدر الوحيد للمعرفة هذه بالمناسبة ليست دعوة جديدة هذه دعوة قديمة يعني حتى أختم الجواب بضرب مثال نعم تفضل لما وصل الإنسان إلى القمر و تمكنوا من سبر أغوار الفضاء ثار الملاحدة و حكوا شبهة نعم قالوا فيها بأننا وصلنا إلى القمر فلم نجد الإله نعم كان من جملة من رد عليهم فيلسوف كنسي إنجليزي اسمه سي أس لويس قال لهذا المدعي هل قرأت شيئا من مسرحيات شيكسبير قال له نعم المسرحية الفلانية قال و هل شاهدتها تمثيلا أديت في أداء مسرحي قال نعم قال هل تشك في أن حرفا واحدا ليس من شيكسبير قال أبدا قال و هل كان شيكسبير في المسرحية نعم فأفحم هذا الملحد قال فبنى عليه يعني سي أس لويس يقول له هذا الكون كله من صنع من صنع الإله كل حرف فيه هو من صنع من صنع الإله نعم أنت ترى آثاره وترى المنتج النهائي لكنه ليس شخصية في هذه المسرحية ليس بشخصية موجودة في ما تراه وتشاهده فإذن الخلاصة هو أن العلم في ذاته لو نظر إليه نظرة موضوعية لكان منصفا وسطا وسيلة لنفي الجهل عن هذا الإنسان ولجلب الخير له والمنفعة إليه ولا تكامل مع سائر وسائل المعرفة والله تعالى أعلم كمين يبقى موضوع واحد وهو أن هناك من يقول بأن العلم دفع به ليؤكد حقائق سابقة كانت مؤكدة بأسماء مختلفة وتحت شعارات مختلفة من ضمنها الإقطاعية والتحالف الكنسي الإقطاعي وغير ذلك وهي الطبقية الطبقية الاجتماعية وأن هناك فوارق بين الناس هذه الفوارق طبقية وكانت سابقا ينظر إليها على أنها دينية لأن الإله أو أن الله تعالى هو الذي أراد ذلك ثم بعد ذلك نظر إليها على أنها اجتماعية وفي الأعصر الأخيرة عندما اكتشفت أو وضعت الدارونية كتفسير لوجود الإنسان بنت عليها مجموعة من المعارف والعلوم تم تعزز هذه الطبقية كاليوجينيا والحتمية البيولوجية الآن قئنا إلى المثلية والتي أيضا تم الاستناد فيها إلى وجود حقائق علمية تؤكد أن ثمة جينات هي المسؤولة عن توجه الإنسان إلى هذا الاتجاه وذلك الاتجاه هل ترون أن العالم يعيد تكرار نفسه بعيدا عن الدين عندما يقول بمثل هذه الأفكار المسألة كما يشير سؤالكم بالغة العنق ليست كما يظن بعض الناس بأنها مسألة سطحية وأن الخلاف هو حول العلاقة بين العلم و الدين الحقيقة هو أن القضية قضية إيمان و كفر فهذا الكفر يلبس بلبوس العلم و أدلجت هذا العلم و يطوع حسب الأهواء و الرغبات فالطبقية الاجتماعية كانت تفسر تفسيرا بيولوجيا نعم رغم ادعائهم أن ذلك مما يقره الدين لكن لما بدأت النظريات العلمية تنمو و تزدهر فسروا الطبقية الاجتماعية في أسوأ صورها في العنصرية المقيتة فسروها تفسيرا بيولوجيا و أن أصنافا من البشر هم أقل رتبة إنسانية من الناحية البيولوجية عن صنف آخر من البشر و هذا لا يخفى في أدبيات هذه العلوم أبدا و لذلك لم يلوموا أنفسهم حول ما صنعوه ببني البشر لأنهم قالوا بأن العلم كان يقول ذلك في ذلك الوقت لكن العلم اليوم يقول شيئا آخر انتد الحديث إلى هذه المخالفات و المناقضة للفطرة التي يشهدها العالم المعاصر اليوم من حمل الناس على الشذوذ الجنسي و جعل ذلك أثرا من آثار الحقائق البيولوجية الغريب في الأمر أن ما هو أوضح من هذا و هو الفروق بين الذكر و الأنثى التي ظل العالم طيلة القرون الماضية كلها بما فيها الأعصر المتأخرة التي ازدهرت في هذه العلوم يفرقون بين الذكر و الأنثى بناء على الفوارق البيولوجية الآن لأن المسألة كما تقدم هي مسألة إلحاد و كفر و ليست مسألة علم هذا هو معنى أدلجة العلم ألغوا هذه يعيدون النظر في هذه المادة الحيوية العلمية الحيوية البيولوجية في الفوارق بين الذكر و الأنثى و يريدون أن يرجعوا إلى أسباب إلى عوامل سلوكية و نفسية و عصبية و غير علمية على الإطلاق بالمفهوم العلم الطبيعي الذي كانوا يؤمنون به و يدعون أنهم لا يؤمنون إلا به بينما في نفس الوقت يفسرون الشذوذ الجنسي تفسيرا بيولوجيا و هذا في الحالين موقفهم لا شك في أنه موقف مخالف لحقائق العلم لكن لأن هذا يكشف زيف هذه الدعاوة و يبين لهؤلاء الذين يقلدونهم تقليدا أعمى و يسيرون في ركبهم يبين لهم أن المسألة ليست مسألة علم و أن العلم يخالف الإيمان و أن العلم يخالف الكنيسة المسألة أعمق من ذلك مسألة كفر و مضادة للدين و رفض لأن يكون هناك مصدر للتلقي غير هذا العالم المادي المحسوس فهم يرفضون أن يكون هناك وحي يهدي هذا الإنسان و لأجل نفسه هذه هي الحقيقة المجردة و لأجل تأكيد هذا المعنى يلبسون على الناس أنهم لا يؤمنون إلا بالعلم و يطوعون هذه العلوم و النظريات لأجل خدمة أغراضهم في مناقضة الدين و سله من نفوس الناس و حمل البشرية على أن تتبع أهواءها و شهواتها و أن لا تلتفت إلى مصدر خارجي و هو مصدر الوحي كما يقولون مصدر متسامي مصدر عالي متسامي تستقى منه أيضا ما يتعلق بكشف عالم الغيب و ما يجيب عن الأسئلة التي لا يستطيع العلم أن يجيب عنها من الغايات و الحكم و العلل و المآلات التي تقول إليها هذه الظواهر و ما يتعلق بالالتزام الأخلاقي فكل ذلك ينفونه و لا يقبلونه و الغريب حتى نبسط المسألة نعم أن هناك ظاهرتين ما استطاع العلم إلى اليوم فك رموزهما نعم و هما و هما من أبرز ما يُعلي به أو ما يُعلي شأن الإيمان و التلقي من مصدر خارجي من مصدر من مصدر إلهي رباني و مع ذلك لا يعترفون اللغة و القراءة نعم اللغة مختلفون فيها لغة هذا الإنسان هذه الملكة هذا البيان ما أصله ما هي البنية المنطقية للغة عند الإنسان إذا كانوا لا يؤمنون في العلوم الطبيعية إلا بالحواس نعم فكيف تستطيع هذه اللغة أن تصف ما لا تدركه الحواس نعم و من أين استقت مفرداتها و من أين أتت بهذه المفاهيم المتعلقة بالجمال و الذوق و الفن و المشاعر و الأحاسيس فلذلك يحاولون اليوم فك المدلولات عن المسميات فك المعاني عن الأسماء نعم لأن قضية اللغة ما وجدوا لها حلا إلى الآن نعم ثم رغم المدارس التي ظهرت رغم المدارس و التفسيرات التي حاولوا نعم ولكن الآن لأن الذي يوجه الدفة في الحقيقة هو يعني كنت أريد أن أقول الشيطان الأكبر في هذا الشان أو الدجال الأعور في هذا الموضوع هو الليبرالية نعم لأنها تحرر من كل القيود حتى من القيود العلمية نعم و لذلك فما لا يستطيعون تفسيره يخرجونه حتى من اللغة نعم يجعلون اليوم حتى تعريف اللغة أصبح فيما يمكن إثباته بالتجربة لا بالاستقراء حتى الاستقراء نفوه يعني من ديفيد هيوم نفى الاستقراء نعم و رغم أن ديفيد هيوم من كبار الفلاسفة في الحقيقة و مؤرخ أيضا يعني استعمل غير العلوم الطبيعية في يعني موسوعته التاريخية و من حيث الفلسفة ليس بالفيلسوف البسيط و فيلسوف عميق نفى أن يكون مصدرا يقينيا نفى أن يكون يعني الاستقراء التجريبي هذا نفاه مطلقا هناك من حكى ما قاله ديفيد هيوم من حيث الأثر لا من حيث الأصل من حيث الأصل هو ينفي الاستقراء التجريبي يقول تكرر الظاهر هذا تكرر الظاهر هذا مجرد انطباع في الذهن و ليس هو في الحقيقة أنه مؤذن بأن يعني دراسة هذه الظاهر و مدى تكررها أنه يفضي إلى النتائج و إنما هذه صورة ذهنية ارتبطت في أذهاننا فقط لا وجود لها في الخارج و لذلك نفى السببية طبعا نفى السببية و رد عليه الغريب أن ممن رد عليه سيخرجنا قليلا رد عليه بالعلم أيضا لأنهم لما فككوا كثيرا من الظاهر ما وجر حتى يعني يريدون أن يجعلوا العلوم الإنسانية يعني التاريخ و علم النفس و علم يعني و الفنون و الآداب أيضا يريدون أن يجعلونها في مشرحة العلوم الطبيعية فماذا أوجدوا لها؟ علم الاحتمالات و علم الاحتمالات يقول بأنه إذا كان حظ هذه الظاهرة إذا كان احتمال وقوعها كبيرا إذن يمكن التصديق بها نعم فرد عليه رد على ديفيد هيوم من جملة الردود أنه إذا كنا سنقول بالتعويل على علم الاحتمالات probability كما يقال إذن فنسبة تكرر هذه إذن نسبة رياضية صحيح إذن هي راجحة فهذا يعني أن هذا يمكن إثباته علميا أيضا طبعا هناك ردود أخرى وأفضلها ردود الفلسفية لأن طرحه كان فلسفيا نعم عموما نرجع إلى القضية اللغة ظاهرة اللغة وتفسير بنية اللغة هذه البنية المنطقية للغة كما قلت ستهدم بنيانهم هذا الذي يؤسسون عليه عقيدتهم أو دينهم المبنية على دعوة العلوم الطبيعية نعم والظاهرة الثانية القراءة إلى الآن لا يوجد تفسير علمي يركن إليه ولو أن يكون نظرية راجحة لا يبلغ أن يكون حقيقة لا أن يكون نظرية راجحة يمكن أن تفسر قدرة الإنسان على قراءة الحروف والكلمات والجمل والتمييز بين ما هو من من اللغة أو باللسان الذي يقرأ به وما هو ليس كذلك وكيف تختلف هذه المعاني ما الذي يحدث في عقل هذا الإنسان ودماغه يعني من أفضل البحوث التي كتبت بحث في جامعة أم آي تي من أرقى الجامعات في العالم ليس من أرقى الجامعات الأمريكية فقط واجتمع على هذا البحث طائفة من علماء الأعصاب ومن علماء الدماغ والتشريح وعلم الوظائف وإلى آخره ويعني لاحظوا ظاهر عجيبة في هذا الإنسان من أغرب ما قالوه أن ملكة القراءة عند الإنسان لا تكفيها آلاف سنين التطور عند الذين يقولون بالتطور الدارويني يقولون بأن قدرة هذا الإنسان وما وصل إليه عقله من القدرة على القراءة إذا قارناها إذا قسناها بما يجعيه التطور وهم من التطوريين بالمناسبة فإن هذه السنوات هذه المدة زمنية لا تكفي لكي يبلغ عقل الإنسان ويبلغ هذا الإنسان القدر على القراءة سنوات وجود الإنسان على الأرض نعم سنوات وجود الإنسان على الأرض الآن لننظر ماذا يقول القرآن الكريم أول كلمة يعني أول ما آذن الله عز وجل الملائكة بخلق هذا الإنسان أخبرهم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا نعم أيا كان تفسير الأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى لآدم عند المفسرين فإنها فإنها كل هذه الأقوال تدور حول اللسان البيان اللغة الخطاب كلها تدور حول هذه المعاني فهي في صلب الموضوع نعم ننظر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان نعم ثم ننظر أيضا فيما يتعلق بالقراءة أن يكون أول ما أنزله الله تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليها صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ و ربك الأكرم نعم ما الذي يجعل كلمات و حروف تعطي معنى مغايرا و كلمات نفس تلك الحروف تكون كلمات أخرى فتعطي معنى مختلفا تماما مناقضا للمعنى الأول ذلك معنى سلم و هذا معنى حرب هذا علم و هذا شهوة هذا ثناء و مدح و ذلك ذم و قدح نعم و هي نفس الحروف ما الذي يحصل ما الذي هيأ الإنسان و ما الذي يحصل في دماغه و أين هؤلاء الذين يجعلون من العلوم الطبيعية دينا و يقولون إن هذا الإنسان ما هو إلا حثالة كيميائية نعم أفرزها التطور الأعمى غير الموجه كيف يفسرون ملكة القراءة في هذا الإنسان أين هو دور المواد الكيميائية و أين هو دور العناص الكيميائية أو الحركة الفيزيائية التي تمكن هذا الإنسان من هذا القراءة لا يعني هذا بالمناسبة حتى لا نقع في خطأ وقع فيه أيضا بعض الأوائل نعم أن العلم لن يتمكن من تفسير القراءة و اللغة نعم لكن هذا دليل اليوم على أن هذا العلم عاجز في أبسط الظواهر و الملكات المتعلقة بالإنسان نفسه نعم يعني حتى نضع الأمور في نصابها أيضا و لا نقع كما تقدم في خطأ من تقدمنا بأن لا يعني أن يكون الله أن يكون الله تبارك و تعالى هو الذي ركب في الإنسان هذه الملكات و ميزه عن غيره من المخلوقات أنه لن يأتي اليوم الذي لا يكتشف فيه هذا الإنسان بما آتاه الله عز وجل من علوم و معارف و مدارك من تبين أسرار هذه الملكات و إنما هي حجة على من يقول بإخضاع كل شيء للعلوم الطبيعية و من يتخذ هذه العلوم الطبيعية دينا يحمل عليه الناس و يقرب و يبعد لعلي أختم أشرتم في السؤال إلى الداروينية نعم أو نقعد لها سؤالا مستقلا طيب سنقعد لها نظرا لأننا محتاجين إلى فاصل الآن أعزائنا فاصل قصير نعود إليكم بعده بإذن الله مرحبا بكم أعزائنا الكرام خضر الشيخ بما أنكم وصلتم إلى الداروينيين نحن الآن نقع إلى هذا النصف الأخير من الحلقة إن شاء الله استعراضا للأسئلة الموجودة هنا و عطفا على قولكم بأن اللغة هي أحد المعجزات إن صح التعبير التي لم يستطع العلم الحديث أن يكتشف أسرارها و إن كان وجدت مدارس كثيرة جدا لكن هناك أيضا كما تفضلتم في إشارتكم أنه من يفسرها بالداروينية على اعتبار أنها تطورت مع تطور الإنسان و لكن فعلا مثل النعوم تشومسكي الذي استبعد مثل هذه الفرضية لكن لم يعذر نفسه من القوم بوجود جين يعني تطور فجأة و أظهر بهذه الطريقة طيب أبو أحمد يقول يستدل أصحاب نظرية التطور بأدلة متعددة على إثباتها و يقولون بأن نسبة 98% من علماء الطبيعة هم مقتنعون بصحتها لموافقتها للعلم فما مدى صحة هذه الدعوة الحقيقة أن هذه النظرية جعلت المركوب الذي يقتحمون به لجة ساحات المعرفة و يقصون به من يخالفهم يقصون بها أي بالنظرية من يخالفهم و يعلون شأن من يتقرب إليهم بالتصديق بها و السير في ركابها لكن و لذلك أقحمت في كل شيء حتى في غير ما ادعاه داروين أصبح يفسر بها كل شيء و أشرت فيما مضى إلى أنه أصبح يفسر بها إرادة هذا الإنسان و اختياره ف أبعدوا كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في هذا الإنسان من العوامل النفسية و الاجتماعية و التربوية و التعليمية و غيرها من العوامل التي تعينه على أن يكون حرا مريدا مختارا و جعل هذا الإنسان و كأنه خيط معلق في مهب الريح تحركوا هذه الريح كيف شاءت فكل تصرفاته و أحواله و لذلك فإنهم أسقطوا بها الأخلاق أسقطوا بها الأخلاق فهم اليوم يعني لا يأتي أحد و يقول لا لا هذا لا يعني أنه ليس ممن يتبنى هذه النظرية أو يؤمن بها ليس فيه خلق لم نقول هذا الكلام و إنما من حيث التأصيل الفلسفي أو من حيث الجدل الدائر حولها فإن هذا الإنسان لا يملك تصرفاته لأنها ناشئة عن جينات ناشئة عن هذه الجينات التي تطورت تطورا أعمى بفعل الانتخاب الطبيعي غير الموجه نعم ليس هناك كما يقال تصميم ذكي ليس هناك خالق حكيم مريد لهذا الإنسان ركب فيه أو جعل فيه الإرادة الحرة و الاختيار في الأفعال و الأعمال بحيث يكون مسؤودا عنها و يترتب على ذلك الثواب و العقاب و هذا ما نشهده اليوم سأرجع إلى ما يتعلق بالنسبة التي ذكرها من العلماء لكن هذا ما يفعلونه اليوم لتأكيد ما ذكرتموه و ما دار حوله هذا الموضوع من أن هؤلاء المعاصرين و في صدارتهم الملاحدة فإنهم أخرجوا الأخلاق من دائرة هذا الإنسان أخرجوها تماما فما عاد هناك شيء اسمه أخلاق حتى لا يحتج عليهم بأن هناك أخلاقا ذاتية و أن هذه الأخلاق الذاتية يكاد يقر بها البشر جميعا كمنع العدوان على الأطفال على سبيل المثال أو الاغتصاب أو الاغتصاب يعني في أسوأ منع القتل للنفس البريئة حتى و لو أذن الطرف الآخر بذلك فأبشع الصور التي يمكن أن تكون الحد الأدنى من الأخلاق التي يتفق عليها البشر أخرجوها هم من هذه الدائرة و لذلك فسروا الظواهر التي حصلت في التاريخ و يقولون هذا أن ظواهر التاريخ يمكن أن تفسر تفسيرا علميا فلا لوم على السفاحين في التاريخ البشري الذين قتلوا ملايين البشر لأن جيناتهم هي التي دفعتهم إلى ذلك و الغريب أنهم يقولون هذا الكلام و يطلبون مننا أن نصدقه طيب إن كنا نحن لا نملك اختيارا ليست لنا إرادة و نجد أنفسنا غير مصدقين فلماذا لهذا الكلام لهذا الزيف فكيف تطالبوننا أن نصدق كيف تكتبون هذه المؤلفات و تنشرون هذه المحاضرات و تدخلون في هذه المناظرات و نحاسب عليها و نحاسب عليها الآن فيما يتعلق بالنظرية موقع علمي متخصص يرصد العلماء الذين ينشقون يعارضون نظرية داروين اسم الموقع الانشقاق العلمي عن الداروينية لا يقبل إلا من كان متخصصا و يحمل شهادة الدكتوراه نعم يقولون في الموقع و في المواقع العلمية التي تنقل عنه لأنه لا بد أن يسجل مقطعا مصورا أو أن يكتب لماذا يعارض لماذا ينشق عن الإيمان بالداروينية فيذكر الأسباب العلمية نعم التي يثبت بها خطأ الداروينية أو الخطأ المنهجي في الداروينية نفسها نعم يزيدون الذين سجلوا في الموقع يزيدون عن الألف من العلماء المتخصصين الذين هم حمل الدكتوراه من مختلف بلدان العالم إلى حد أنك بإمكانك فقط أن تضغط على علم الدولة فيظهر العلماء الذين من تلك الدولة الذين يعارضون هذه النظرية هذا كلهم غير مسلمين يكاد كلهم غير مسلمين لم أطلعنا يعني بنظرة سريعة في الأسماء و الدول لم أرى من العلماء المسلمين و مع ذلك هؤلاء يقولون يعني تحليل المواقع العلمية أن الأعداد تتزايد يوما بعد يوم و تتزايد رغم الإقصاء من الدوائر العلمية و الأكاديمية و الوظيفية التي يواجهها من يمكن أن ينبس ببنت شفة نعم معارضا للنظرية الداروينية فيقولون بأن هذا العدد هناك أضعاف هؤلاء الذين تجرؤوا و سجلوا في الموقع نعم لأنهم يعرفون أن هناك إقصاء سوف يصيبهم و أن هناك تكفيرا تفسيقا تبديعا سوف ينالهم و لا يحظون بوظائف أو حتى بترقيات إن كانوا في مؤسسات وظيفية ترقيات أكاديمية لا تنشر لهم بحوث ليس لهم ظهور إعلامي رغم ذلك فالأعداد في تزايد و يقولون كم وراء هؤلاء من طلبة الدكتوراه و الماجستير من طلبة الدراسات العليا إذا كان هذا العدد بهذا الحد الآن و لاحظوا مع هذا أيضا ازديادا في النشر العلمي لهؤلاء العلماء الذين سجلوا نعم من الذي يرصد أيضا هذا يعني هذا الموقع الذي ذكرته أيضا جامعات أكاديمية فبدأت تلاحظ أن صوت هؤلاء يجب أن يسمع طيب لماذا يجب أن يسمع فقالوا لأن عندهم يعني من الاعتراضات على النظرية و الأدلة التي جلبت للنظرية ما لا يمكن دفعه جامعات كبيرة تحدثت يعني عن هذا لا أتحدث عن مواقع كما يقال شعبية مواقع في الإنترنت أتحدث عن مواقع جامعات يمكن الرجوع إليها بسهولة و الروابط موجودة حتى في الموقع السابق الذي ذكرته سننشرها أيضا في الموقع هذا التزييف يراد به فقط حشد أو إيهام الناس و هي الأصل فيها حتى لو قلنا بأنها مسألة علمية لماذا تحمل كل هذه النتائج و الأثار و لماذا تجعل الفيصل في القبول العلمي و الأكاديمي و ما صلت هذه كقضية يعني سطحية الأرض هي فقط مجرد شماعة إذ من يعني ليس من العمق الظن بأن الخلاف بين العلم و الكنيسة إنما نشأ بسبب تبني الكنيسة لسطحية الأرض و إنما الخلاف بين كفر و إيمان بين إيمان و كفر ظهر أريد له حتى يكسب تأييدا شعبيا أريد له أن يظهر في لبوس علمي فوجد من هذه القضية شماعة يحشدون بها عواطف الناس و يضللون بها الرأي العام و يصرفون بها الأنظار عن حقيقة عداوتهم للتلقي من الوحي و أن هناك رؤية كونية يؤسسها الدين يتعلق بالغايات و الحكم و العلل و المبدأ و المنتهى و أن هناك التزاما أخلاقيا لهذا الإنسان و أن هناك علاقات ينظمها هذا الدين بين الإنسان و الإنسان و الإنسان و هذا الكون بكل ما فيه من مفردات فيصرف النظر بمثل هذه الدعوى طيب الآن دفاع الكنيسة عن سطحية الأرض هل هو دفاع عن الوحي أم دفاع عن الوجود و الهيمنة و السلطة و لا ينكر أن الكنيسة أيضا أساءت بتسلطها خاصة الكنيسة الكاثوليكية لكن الكثير من الباحثين يقول بأن ما وصل إليه المسلمون من اكتشاف كروية الأرض و الاكتشافات العلمية المتعلقة بحركة الأرض و الشمس و النجوم و الكواكب أثر في العالمين اليهودي و النصراني و أن كثيرا من الكهنة بل حتى ذكروا بعض البابوات كانوا يأخذون العلوم في هذه القضايا من المسلمين أنفسهم فما كانت الكنيسة بهذه الحدة كما صور هؤلاء و إنما ارتبط يعني اجتمعت عدة أسباب منها يعني الطبقية المقيتة و يعني ظلم الطبقات العليا و الاستبداد السياسي الذي وقع مع تمول الكنيسة من تبني بعض النظريات فحصل الصدام لكن الصدام لم يكن بهذه السطحية الصدام إنما بلغ أوجه بسبب الخطأ الأخطاء والتحريف الذي أصاب أيضا يعني ما تبنته الكنيسة و المواقف التي تبنتها و لذلك تقدم القول بأن مثل هذا لم يحصل في التاريخ الإسلامي لم يحصل أبدا في التاريخ الإسلامي لأكثر من ألف عام نأخذ هذا السؤال و نختم به إن شاء الله لأنه بقيت معنا دقيقتان لأخ خالد بن أحمد بن عراب يقول هل آفة الأدلجة تصيب العلوم التطبيقية فقط لأنه جاء مناسب لطرحكم الأخير أم تصيب كذلك العلوم الإنسانية بما فيها علوم الشريعة لا كذلك العلوم الإنسانية نعم ولذلك يعني هذه العلوم الإنسانية يعني مصطلح الأدلجة عسى أن يكون واضح الآن أن يتخذ دينا أو أن يتخذ أو نسقا فكريا جامعا لرؤية كونية هو انطلق في الحقيقة انطلق من مذاهب تبناها أصحابها من العلوم الإنسانية نحن لو نظرنا إلى ما حصل من تيارات كبرى في العالم سنجد أن أساسها العلوم الإنسانية نعم فإذا نظرنا إلى الحركات الشيوعية والماركسية سنجد أن المنظرة لها كارل ماركس عالم من علماء الاجتماع نعم سننظر إلى الرأس مالية نبحث سنجد آدم سميث عالم من علماء الاقتصاد نعم فهذه علوم يعني إنسانية هي في الأصل أريد لها أن تكون موجهة لفكر هذا الإنسان وتصوراته نعم لكن لكن بمعنى بمعنى أن تخضع للتجربة والقياس نعم ولذلك يعني استدموا بكثير من النظريات أو لجأوا إلى كثير من الفلسفات التي يريدون بها أن ينقلوا هذه العلوم الإنسانية بمناهجها ومناهج بحثها إلى أن تكون أن يكون حالها كحال العلوم الطبيعية ما يتعلق بعلوم الشريعة كما تقدم حينما تكون هذه العلوم علوما قائمة على العد والإنصاف ونفي الجهل وتحري الحق والوصول إلى الحقيقة فإنها جامعة بين الناس لأن أصولها واحدة التي تأخذ منها لكن حينما يراد منها تسويق ما تريده هذه الأنفس والأهواء والشهوات أو ما يريده نظام معين أو فئة معينة فهي أيضا واقعة في ذلك فللأسف الشديد وهذا أمر ينبغي أيضا أن يلتفت إليه لكن لا ليس الأمر راجعا إلى أن ذلك مما نظر له علماء الإسلام أو أن ذلك مما أقره الدين والله تعالى أهلا أزاكم وضخير شكرا جزيلا لكم عزائنا على مدى يومين تحدثنا عن موضوع العلم بين الموضوعية والأدلق أو الإيديولوجيا وبينا فضيل الشيخ جملة كبيرة واسعة من المعارف المتعلقة بهذا الموضوع أرجو أن تعودوا إلى الحلقات في مواقعها نشكر وإياكم الآن فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتل عام السلطان أشكر لكم فضيلة الشيخ نشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم في حلقة أخرى بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته